السلام عليكم و مرحبا بكم في صفحة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديروا ميني كيك بدوق القهوة والشوكولة راح نديروه محشي ونقلاسيه بشوكولة الدوق بتاعوا بزف بنين وتاني تقدروا تعتمدوه كمشروع مربح يعني يمشي لكم بزف نبدأ و بسم الله اول حاجة اللي راح نديرها راح نطلع القهوة ديالي بس كوح نستعملها في الكيك انا اللي هنا استعملت قهوة اروما هاد القهوة غنية ان تعرف على بل بلي كامل تعرفوها وبزف اللي يشربوها لما دقتحها هايل وتاني ديري كمية من القهوات جيك حاقدة انا بالنسبة لي اهيلا هاد القهوة ونجيل لهنا وراح نجيل لهنا نعمل بلاستيالي شوفوا اللي هنا ندير حاولي هكا كزوج مغار في معمرين راح يكون كافي شوفوا ونطلع القهوة ديالي ونخليها تبرد مليح باش نخدم بيها من جهة واحدة اخرى راح نبدأ نخدم في الكيك وش عندي اللعنة؟ عندي اللعنة ثلاثة حبيبات تاع البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ نضيف عليهم قريصة تاع الملح اللي هي جيدة رورية ونضيف عليهم كاس الى ربع سكر عادي اللعنة يكون عند هاداك الخط هكا ولا شوية فوقه بشوية نجيل لهنا نخلط هاداك البيض مع هاداك السكر انا لالامانة خلط اللعنة بالفوي ونباك كملت بالباطق باش نتحصلوا على نتيجة مليحة اللعنة كملت بالباطق حتى تحصلت على هاد الخليط راح نضيف اللعنة نص كاس تاع الزيت نص كاس تاع الزيت ونزيد اللعنة ندخل هاداك الزيت مليح في باقي المكونات بهذا الشكل في هاد المرحلة راح نضيف كاس الى ربع خالد بين الحليب و القهوة يعني كرام خالد بين الحليب و القهوة ونضيفها بهذا الشكل يعني قدرت حاولي ربع كاس تاع القهوة وكملتها بالحليب راح يمد ما داق هاي للكيك دينا ونجي الى هنا نبدأ نضيف الفارينا نضيف الكاس الاول تاع الفارينا بالنسبة لساعة الكاس ميتين و ربعين ميلة لتر ونضيف معاهم زوج مغارف كبار كاكاو بوني استعملوا الكاكاو اللي تكون رائحة تاعو شابه يعني كيت عشو الكاكاو شموا الريحة ديالو اذا شميتوه باللي راح كيما كيما شوكولا اعرفوا باللي هادك هو الكاكاو المليح نجي الى هنا ندخل كلش كيف كيف ونجي الى هنا ثاني نضيف نص كاس تاع الفارينا نضيف معاه باكي ونص خميرة كيميائية يعني ما يعادل 15 قرام باكي ونص ديرو الباكي الليولاني كامل هادك النص لما تعرفش تدير مغرفة صغيرة تعال قهوا هادك هي عبارة عن نص باكي خميرة بالنسبة للفارينا انا اخدت لي كاس ونص تاع الفارينا هاكا وندخل كلش كيف كيف نتحصلوا علاقة هوا متاع المسكوت شو شوفوا ما يكون تقيل بزاف ما يكون خفيف بزاف بالنسبة لللي مولا حندير فيهم انا حنستعمل هادو يعني يراهم بينين شوفوا تحبوا تبدلوا الشكل بدلوا شكل كيما تحبوا جيت لهنا دهنتهم مليح بالمارغارين ورشيتهم بالفارينا ونجي لهنا نفرغ فيهم الخاليط بالنسبة للخاليط مد كتروش ديرو حوالي نص هاكاك باش ما يفيضلكمش شوفوا هاد طريقة في هاد المرحلة نكون شعلت الكويزيني اختاعي على 180 درجة ندخلهم يطيبون من تحت نزيد نشعلهم من فوق ونعاود نولي معاكم من جهة واحد اخرى رح نخدم السيرو اللح نشرب به هاد لي ميني كيك عندي اللحنا نص كاس سكر عادي نص كاس سكر عادي معا كاس تعلمه كي تبدأ تغلي ديرها على النار كي يبدأ يغلي نحسب له هكاك عشرة دقايق ونطفي عليه النار تكون متوسطة بهاد الشكل كي يطيب لي هاديك الشربات وش راح ندير ولسيغو راح نضيف عليه نص فنجال تاع القهوة بهاد طريقة ونخليه يبرد تماما لازم يكون بارد مليح باش نشرب به لي ميني كيك شوفوا له نارا هم طابو وش راح ندير نخليهم يبردوا تماما باش ندي مورد لهم شوفوا راح يطيب نحاولكم بكل سهولة هكا ونجي اللحنا نشربهم بهاد طريقة يعني متشربوهمش بزاف هم بلا ما تشربوهم راهم خفاف ولي حبوا ما يشربوهمش ما يشربوهمش لي حبوهم يجوا شوية ناشفين ما يشربوهمش شوفوا واني يشربوهم غير من فوق الملاحة في هذا الفوغاج ما يجيش ناشف اولا عفوا ما يجيش حلو يعني ناقص حلاوة ونجي لهنا دوبت مئتين وخمسين قرام شوكولات بالحليب راح نضيف عليها زوج مغارف كبار تعزيت ونخلط كلش كيف كيف باش جيني هذيك شوكولات دايبة شوية بالنسبة لكمية شوكولات مئتين وخمسين قرام راح تخدمت تقلاسي لكم حاولي 12 نحبة محشت تقلاسي لكم الكمية كامل انا اللي هنا درت نص حكا بهذا الشكل ونص دوك تشوفوا كيفاش زيندهم مع اللخر ونجي لهنا نقلاسي بهذا الطريقة يعني صراحة نتخدموهم كمشروع مربح بزاف هايلين يعني الحشو تخدموه في الدار سختول يكونوا في موسم الفارولة تقدروا تخدموا معجون الفارولة وتحشوهم الداخل تديروه كحشو يجيكم بزاف هايل شوفوا اللي هنا هكا نقلاسي ونخبط بالنسبة لطريقة التزيين تقعد لكم انا هديك شوكولات اللي قعدت لي ضفت لها شوية شوكولات بلون ودرت هكا خطوط من الفق ولي هنا تاني زيت دوب شوكولات بلون درتها خطوط من الفق وبالنسبة لشكل تاني دوك تشوفو كيف شدرتهم هذا هو شكل تاني يعني درت لهم الفوغاج وتاني وشدرت درت لهم خطوط شوكولات بلون مع شوكولات بالحليب باش تفهموني مليح هادو ما غلاسيتهم مش كامل درت لهم غير خطوط من الفق يعني راهم يبانوا وصراحة شكلتهم جا بزاف شباب سختولي أصحاب المشاريع بهالطريقة راح يجوكم سهلين يعني باطا شوكولات تخدم لك شحال ما نحبه وهذا هو ما بالنسبة لشكل تاني انتم ما ديروا وش تحبوا هذا هو شكل تاني جاوا ما شاء الله مام هاديك شوكولات كي درنا لها جوج مغارف كبارتا عزيت وتاني را نفس خانة ما راحش تجمد يعني ما راحش تولي يبسع تقعد شوية طريقة شوفوا اللي هناك عن قرب بزاف هايلين وشنو هادو يرفضوا كمية مليحة تاع شوكولات كي تقلاصيهم يعني يرفضوا لكم كمية مليحة كي ما اللي هنانا خرجوا لي 22 حبة ولا 21 حبة عفوا 21 حبة راح كي ما نقولو تاخد لكم بالك 500 قرام شوكولات ونجي اللي هنا قدمتهم عاقة هود أرومة أنا اللي هنا مدرت لهاش كامل السكر كوم هادي راهي حلوة شوفوا اللي هناكي نقسمها لكم شوفوا هاديك شوكولات يعني ما يبسج قعدت هكا كطرية وهذاك الفوغاج هذاك الكاكي يجي خفيف ومشربوا بزاف بنين يعني وصفة تستحق التجربة تجربوهم ما راحش كامل تندموا شوفوا هذا شكل تاني جوا بزاف هايلين شوفوا اللي هنا هاديك الحبة اللولانية خرج منها كامل هاديك الفوغة شوفوا بزاف هايلين وفي الآخر معلي يغين قلكم شكرا على المشاهدة إلى وصفة لاحقة إن شاء الله سلام شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة